ناردة الدكتور أشرف صبحي ودير الشباب والرياضة كرم اللجنة القضائية التي أدارت نادي الدمالك خلال الفترة الماضية بحضور كل أعضاء اللجنة التي أدارت وأيضا أعضاء التنفيذيين وقدم لهم الشكر على الفترة السابقة من خلال أداءهم وإخلاصهم في العمل هذا مؤكد تكريم شمل المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم والمستشار سامي صبحي أعضاء اللجنة السابقة بالإضافة لتكريم أعضاء اللجنة التنفيذية وجلوم الشكر على الفترة الماضية كلنا عارفين أن الوزير أعلن تعيين لجنة جديدة لإدارة النادي مكونة من حسين لبيب رئيسا ومحمد الإتريبي نائبا للرئيس طارق جبريل مدير مالي هاني برزي وعمر أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي كان كلام تسرب عن أنه الوستاذ هاني شوكري سيكون أيضا من ضمن أعضاء اللجنة وطبعا من الشخصيات الحية محترمة جدا والنشيطة للغاية ويعني كلام تقال هنا وكلام تقال هنا في اللحظات الأخيرة تم اختاره من قبل الكابتن حسين لبيب أنه هو مش موجود في اللجنة وفقه لكلام اللي تقال أنه الوستاذ هاني شوكري قال أنا تحت أمر نادي الزمالك في أي حاجة سواء كنت داخل اللجنة أو خارج اللجنة كلام تقال عن سبب استبعاد هاني شوكري من اللجنة أنه هو طلب أن يكون مدير التسويق هو الكابتن خالد رفعت وبالتالي تم استبعاد كلام كثير يتقال هنا مش عايز أغوص فيه كثيرا ولكن ده ما يهمناش احنا ليهمنا في النهاية أن هذه اللجنة بمشيط رحمان بما تضم من شخصيات محترمة جدا 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 رئيس طبعا الكابتن حسين لبيب شخصية رياضية كبيرة جدا النائب بتاعه الأستاذ محمد الإتريبي وهو رئيس مجلس إدارة بنك مصر يعني أحد قلوع مصر المصرفية مع باقي الأعضاء إن شاء الله بإذن الله سيقدوا أداء محترم جدا جدا لنادي الزمان